هلو عيني شوكم حبابي شو نصح والاحوال ان شاء الله كلنا بخير وتمام العافية اليوم الفيديو مالتي راح يكون ترتيب غداء غداء كيوت يعني يكون شوية شي مرتب فحبيت اليوم اشاركم بهاي الوصفة وان شاء الله النار رضاكم وعجابكم هذا الفيديو اه اه راح اسوي اه ورق عنب يعني دولمة ورق عنب انا سابقا مقدمة عدة فيديوهات يعني للدولمة فما بيانت التفاصيل هنا بس راح ابين شغلات يعني بسيطة من ايدها لان راح اسوي لكم وصفة ثانية يعني عدا الدولمة راح اسوي وصفة ثانية بنفس الفيديو فراح يكون اكثر تركيز على الوصفة اللي تجي يعني بعد الدولمة اه هنا حوايبي عندي اه ورق عنب اه طبعا مجفف واخذ بس اخلي فلفل اخضر اه مثل ما تلاحظون هنا انا عندي القدر راح اخلي لورقة الزبدة اللي بنستخدمها للكيك اه حتى على مد ما تلزق الدولمة باليعني قعر القدر وتكون نفس الوقت يعني سهلة من يطلعوها من الجدرية اه بهاي الصور مثل ما لاحظتها اثبتها بالزيت حتى عم تتحرك الورقة وهس راح الف الحشوة اني طبعا سابقا لا تحبون اكوبنات يعني جدد بالقناة ما شايفين الفيديوات القديمة للدولمة عندي هواية يعني منزلة فيديوات عن الدولمة ممكن اه يعني شوفها موجودة عندي بالقناة اه هس هنا انا راح الفها واكملها وبعدين ننتقل اياكم للوصفة الثانية اه بهذا الفيديو اه لان انا سويت ورقة العنب يعني كمية مو هواية اه فدي اشي بسيط ولانه عندي اه بالبيت مو كلهم نفس الذوق يعني مو كلهم يرغبون للدولمة يعني ابو سجاد ما يحب الدولمة فسويت لشي ثاني اه فحبيت اليوم مهم اشوفكم اياه هنا انا بنفس الفيديو اما اه غالبا اكثر الشي اللي النساء او البنات يحبون الدولمة الرجال يعني قليل اشوفهم يحبوها لان اذكر ابوي الله يرحمه واخويهم مكان يحبونها فزوجهم نفس الشي اشوف ما يحب الدولمة فانا اشوف يمكن هي اكثر يعني اكلة نسائية وليسة رجالية المهم حبايبي هنا مثل ما لاحظته هنا بعد ما كملت الفلفل اخضر اخلي هنانا قطعة من الطماطة اخذها اقصها بشكل دائري واخليها على الوجه بهاي الصورة صور يعني شكلها اه شي يعني بيها فد اه شكل يعني حل يصير بيها مثل النقشة صور كأنها ما وردة فحبيت اسويه بهذا الشكل هس رح اخليها على الطباخ والحد ما تستوه تقريبا تاخذ ساعتين يعني هيتي وقت اه وهنانا هاي الوصف اللي رح اركز عليها اه عندي هنانا لحم اثروم رح اسوي يعني كفته واخذ هنانا ثارمة بصل كلش ناعم اثرمة هنانا ومثل ما تلاحظون حبايبي واخذ المعدنوس او الكرافس وقليل من الثوم هم يعني اثرمة ناعم كلش وراح اضيف للطحين والملح البداية هنالفته وعجنا على يعني اخليها قبل هذا اه ملعقة او ملعقتين من المعجون الفلفل الاحمر الحار او الباردتو حسب يعني ما تحبون واذا متوفر ادكم يعني مو بللازم تخلوه هس بعد ما صارت بهاي الصورة مع عجنتها رح عندي هنانا بتيتة تقريبا وحدة كبيرة قطحة بهذا الشكل واخليها وهس عندي هاي العجنة تلكوفتر رح اسوها على شكل اصابع واخليها بالبايركس بعد ذلك اضيف لها معجون طماطعنية كلش افد اكلها بسيطة كلش يعني سريع عبنس الوقت وتستوي يعني بسرعة هماتين متعبكم اه كل هاي شغلات المواد بس اضيف لها المعجون ومي شوية وبعدين اخليها بالفرن هي من كيف تستوي يعني تقريب تاخذ فتر خمسة وعشرين دقيقة هي تشي تستوي وحبايبي يعني اشكركم وهوايا على كلامكم الحلو المشجع لي وان شاء الله يا ربي تبقون دائما باستمرار يعني بدعم القناة ورفاحها حتى يعني ما تنزل عندي اكثر لانه تعرفون يعني خاصة ما عرف يعني في الظاهرة صغيرة باليوتيوب يحثفون كثير من المشتركين ومشاهدات حتى التعليقات بنات اللي توصلني اكثرها يعني ما اقدر ارض عليها يلقيها محذوفة اه فهذا ما عرف السبب يمكن اكون يعني مشتركين عندي صح هوايا مشتركين بس ما متفاعلين يمكن احتمال يعني اليوتيوب دي يحذف من اعدهم فهذا هم يعني دي اثر عندي بالقناة حبايبي فالرجم لكم التفاعل يكون اكثر واضافة اللايك حتى يرفع عندي الفيديو على مد مشاهداتها تكون هم بعد اعلى هس هنا اضفت لها الاراغونا وراح اخليها بالفرن يعني تاخد تقريبا 25 دقيقة هنا رح احضر التمن او الرز اول شي راح عندي هنا شعرية احمسها فتحمسة خفيفة يعني صير لونها تقريبا على احمر واخذ مي واضيف لمكعب ماجي اثنيا يعني راح اطبخ التمن كبس ما راح اصافي يعني دائما اصافيه التمن بس هذي راح اصافيه كبس يعني للسرعة بعد ما اخلي مكعب الماجي بالمي راح اضيفه على الشعرية بعد ما صارت عندي بشكل هيك يعني متحمسة بلون احمر هنانا يعني اخذت التمن او الرز تقريبا كوب ونص ما كثرته هوايا لان عندي هناك دومة بسوية يعني هي صار منا شوية منا شوية بعدين يصير هوايا لان يعني بينتلكم والسجال ما يحب الدومة فحبيت اسوي له هاي الاكلة يعني تختلف عن الدومة المهم حبايبي هذا التمن هسا بعد راح اتركي على نار هادئ تقريبا ياخذ فد عشرين دقيق على ما يستوي ويصير عندي جاهز انا حبايبي كملت عندي السفرة صارت بهذا الشكل ان شاء الله يا ربي تنار رضاكم وعجابكم هاي الافكار وتاخذوا بفد فكرة يعني بسيطة من عندها نكون يعني قد فدناكم بعض الافكار اللي تفيدكم بتحضير الغداء او العشاء حبايبي اللي وصل لهنا ارجو منكم ما تنسون دعم القناة باللايك والاشتراك اذا ما كنتم مشتركين وفعل زر الجرس حتى اي فيديو جديد انزل للكم يواصلكم وارحب كثير بالمشتركين الجدد وهن وسهلا بهم وان شاء الله يا ربي تكون هاي القناة عد حسن ظنكم ورضاكم يلا حبايبي هسن نستعود اعكم الله في امان الله باي باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة